توصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات ملتقى جائزة الشيخ خالد بن حمد لمشاريع التخرج للمشاريع المتميزة بحضور طلابي لافت وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين الذين أتوا على ذكر العديد من الشروحات المفصلة والتجارب العملية العالمية التي طالت مجال الاختراع دائما ما يقولون أن الحاجة أم الاختراع فما بالك لو بات الاختراع حاجة كل طامح يفكر خارج نطاق الصندوق المعتاد عندها يصبح بالإمكان استشعار نبض اختلاق متنوع الأفكار البناءة التي أدى إلى ترجمتها على أرض الواقع استنباط ماهر خرج من رحم المحيط الذي يضمه أفكار لمشاريع تخرج كانت قد نشأت تطبيقها ضمن نطاق عملي كان بحاجة إلى مدارك عقلية تستوعب أهميتها وتدرك مزايا طرح حلول جديدة تلامس بإتقان حاجة المجتمع لها اليوم حاولنا أن نضع بعض الملاحظات عن ما نقوم فيه من مشاريع في وزارة المواصلات الصلاة حيث أنه ممكن للطلبة والطالبات في جامعة البحرين يسفروا منها وممكن يأخذونها كأفكار حق مشاريع التخرج الحاجة ملحة لربط هذه الإبداعات الموجودة من خلال مشاريع التخرج وربطها من ناحية العملية لخدمة الأهداف والخدمات التي تقدمها الوزارات مشاريع جدا مهم مشاريع التخرج الطلبة لابد أن يكون منصة ومرتكز لانطلاق المستقبل وليس كمطلب جامعي فقط لابد أن يركز أن يكون هذا المشروع لبداية مرحلة جديدة للطالب في تطوير مشاريع الاقتصادية القادمة وكذلك حتى دراساته العليا وضع اللمسات الأخيرة على أكثر من ثلاثين مشروع تخرج خرج بها أولو الألباب من الطلاب قاربت على الإتمام منافسة مشروعة بين أصحاب تلك المشاريع للظفر بإحدى المراكز المتقدمة من الجائزة مشروعي هو متحف عن تاريخ الطبيعة في الأقليم العربي اللي ميزها المشروع عن باقي المشاريع أن القاعات موزعة لحسب البيئات الموجودة في القليم العربي وويرتفاعاتهم بعد مشروعي هو عبارة عن خلايا مايكرو كهروكيميائية لإزالة الألوان من الأسباق التفاعلية اللي يستخدمونها في المصانع طبعاً هاي المشروع عبارة عن تحلية المياه عن طريق استخدام نظام يوكوكاوا استخدامنا نظام يوكوكاوا حولنا الوحدة اللي عندنا هي الـ RO System حولناها من منول إلى أوتوماتيك وعن طريق ذلك كذلك صممنا دائرة كهربائية تحول لنا الـ Flow Sensor اللي يعطينا اللي هو الـ Frequency to current إن شاء الله نحصل مركزين إن شاء الله بذلنا مشروعناه عبارة عن Advanced Smart Meter Power Quality بحيث أن آخر شيء التيار اللي راح يدخل البيت 415 فولت إحنا ما ندري إن هذا التيار اللي يدخل البيت هل إنه بالضبط أو لا يعني ممكن يكون في زيادة نقصان إنه ممكن يأثر على الأجهزة أو أشياء ملتقيات علمية وفرت سبلا أرحب من لقاءات مباشرة جمعت أصحاب القرار من مسؤولين حكوميين بكوكبة من طلاب وطالبات الجامعات المشاركة في الجائزة حرصوا على تقديم شروح مفصلة حول أهمية الإبداع فضلا عن الوقوف على عديد التجارب العملية التي شهدها العالم أجمع في مجال الاختراع للتلفزيون البحرين محمد رشيدات